بعد مفاوضات صعبة تجاوزت أربع سنوات توصلت بلدان العالم إلى اتفاق وصف بالتاريخي في مدينة مونتريال الكندية لمكافحة تدهور التنوع البيولوجي وتوصلت أكثر من 190 دولة إلى اتفاق معاهدة سلام مع الطبيعة تهدف إلى حماية الأراضي والمحيطات والأصناف من التلوث والتدهور والأزمة المناخية واتفقت البلدان على خارطة طريق تشمل حماية 30% من الكوكب بحلول عام 2030 إلى جانب تخصيص 30 مليار دولار من المساعدات السنوية للبلدان النامية في جهودها لصون الطبيعة أما أقوى إجراء اعتمده المؤتمر ضمن إجراءاته العشرين هو إنشاء مواقع محمية على 30% من مساحة الكوكب من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالاتفاق معتبراً أن العالم بدأ أخيراً بإبرام معاهدة سلام مع الطبيعة بينما أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين بالنتيجة التاريخية لهذا الاتفاق الذي يكمل اتفاق باريس المناخي مضيفة أن العالم يزير نحو اقتصاد مستدام بحلول عام 2050 بينما أكد وزير البيئة في كندا أن دول العالم خطط معاً خطوة تاريخية ويأتي الاتفاق بعد تحذيرات العلماء من أن 75% من النظم الإيكولوجية العالمية تأثرت بفعل الأنشطة البشرية موضحين أن أكثر من مليون صنف باتت مهددة بالانقراض كما أن ازدهار العالم بات على المحك في وقت يعتمد فيه أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي على الصعيد العالمي على الطبيعة وخدماتها